يعني انتهاك للسيادة العراقية خصوصا مع وجود حكومة عندها النية والرغبة وابدة الاستعداد للتعاون بشأن هذا الموضوع وإيقافه والتفاهم بهذا الجانب لكن قد يكون هي قضية فعالية من بعض القوى بسبب ما جرى في أحداث فلسطين الأخيرة قضية فعالية شنو اللي تقصد بي؟ يعني اليوم احنا ذا نجي ننقيس هذا القضية استهداف القواعد الأمريكية ضمن الظروف الخاصة للعراق أنا أشوفها مو صحيحة وغير مبررة انت اليوم لا الامكانيات على المستوى السياسي مستكملة لا الامكانيات العسكرية مستكملة لا انت متحرك باتجاه الحل الدبلوماسي مثل ما صار عندنا في 2011 القوات الأمريكية ما طلعت بالتصعيد العسكري القوات الأمريكية طلعت باتجاه التفاوض ووضع جملة من الشروط والبنوت قادة السيد المالكي وبالأخير تحقق عملية اخراج القوات الأمريكية بالسلك الدبلوماسي والتفاهم والتفاوض نتحدث عن هذه الحالة كم ستؤثر على الموقف السياسي داخل العراق لا اعتقد انها ستؤثر كثيرا على اعتبار ان هذه القضية هي مرهونة بحالة الضعف او عدم استكمال المشهد السياسي العراقي او الحكومة العراقية بالكامل احنا لازم يعني بحاجة الى ان يكون هناك عقد حقيقي بمسألة دعم هذه الحكومة والخروج من هذه الازمة من ضمنها هذه عملية اكبر من هذا الدعم اللي تغضبه الان اقول الدعم يرتقي الى مستوى ما يهدد مصلحة هذه الحكومة احنا الحكومة تواجه العديد من الازمات ابرزها ازمة الدولار وقضية العقوبات الامريكية اللي ممكن تفرضها على العراق بس اللي جاي الحكومة الان طرف شيح لا لا انا التهديد اللي اقصده اقول الرؤية تكون بو بس على مستوى دعم السوداني وعدم التدخل بقراره ايضا هذه العمليات بتوقيزها بمضمونها بارتداداتها سيء سيء بالتأكيد توقيتها خاطئ احنا نريد من القوات الامريكية الخروج ونطالب بالسيادة لازم نذهب بالمسار السياسي والتفاهمات الحقيقية على المستوى العسكري ما ممكن ان نخرج القوات الامريكية خصوصا مع وجود اتفاق سياسي مع جانب الامريكي يتعلق بوجود المستشارين وتدريب القوات الامريكية وغيرها